مساءكم سعيد مشاهدين أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية تتابعون فيها قنصلية لجمهورية الرئيس الأخضر تفتتح اليوم بمدينة الداخل لابنة جديدة تأتي في سياق تنامي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وتتصدى بقوة إلى مناورة أعداء الوحدة الترابية للمملكة خارطة طريق جديد للقطع السياحية متصطيرها في خضم الانتعاش السياحية للمملكة رؤية 2030 تحدد هدف 26 مليون سائح استراتيجية ترتكز على تعزيز النقل الجوي وملأمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي قبيل الدخول المدرسي الجديد وبعد انقضاء العطلة المدرسية يعود إلى الواجه هاجس الاستعداد النفسي للتلميذة وتلاميذ خاصة منهم الجدد أسئلة تطرح بإلحاح كلما دقت ساعة الالتحاق بصفوف الدراسية تعيون إطار مغربي لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم الأمر يتعلق بوليد الرجراج المعين من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعيين المدرب الجديد يأتي غدا تلانفصال بالتراد عن البصني خليل الزج بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهني أهل عاهل ماليزيا صاحب الجلال السلطان تينكو عبدالله سلطان أحمد جاه وذلك بمناسبة ذكر استقلال بلاده كما بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهني أهل رئيس الجمهورية القرغيزية فخامت السيد صادير جبروف وذلك بمناسبة عاد استقلال بلاده بالرباط رئيس رئيس الحكومة عزيز خنوش اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الاجتماعية يندرج في إطار مواصلة تدبع تنزيل هذا الورش الملكي الهام والوقوف على مدى تقدمه خاصة في شقه المتعلق بالتعميم التغطية الصحية التفاصيل بمعياتنا والقراري ونوردين سعبر إلى حدود الساعة تم إخرج 22 مرسوما تطبيقيا في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم الحكومة تنتقل للسرعة القصوى من أجل تنزيل المشروع اجتماع اليوم مناسبة لتسريع إعداد المرسيم والنصوص التنظيمية التي ستمكن من تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية رمد قبل ما تم 2022 كان اجتماع باش نشوفه يعني المسائل اللي هي قانونية وتدبيرية ووبراسيونال ومالية تحمل هالحكومة باش توصل لهذا البرنامج ان شاء الله باش يكون تعزيز ديال المكتسبات المستفيدين ديال الرميد وكذلك الإصلاح ديال القطاع الصحال لي هو بده في الحركة ديالو باش يقدر يستقبل في السنوات يعني هات السنوات المقبلة في أحسن الظروف يعني الناس اللي غاد يكون عندهم الإمكانية باش يستفدوا من هذا الرميد فهذا اجتماع إيجابي ان شاء الله يعني في الأجندال اللي قلنا اللي قال سيدنا غاد إن شاء الله نحاولو من قبل من الأخير السنة باش للا بوبيلاتيون اللي هي اليوم كينا يعني في رميد باش تدوزل لسيونس ملادي اوليقاتواش هذه الإجراءات ستمكن المنخارطين من نظام رميد من تعزيز مكتسباتهم والاستفادة من التأمين الإجباري على المرض وستتحمل الدولة واجبات انخراط المستفيدين الحاليين من نظام رميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الوجهة الآن الأقاليم الجنوبية للمملكة وافتتاح جمهورية الرئس الأخضر لقنصلية عامة لها بمدينة الداخلة مؤكدة بذلك دعمها القوي لسيدة المملكة على كافة ترابها بما في ذلك الصحراء المغربية انتصار دبلوماسي جديد يكرس الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء أشرف على افتتاح القنصلية العامة الجديدة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا ونظره في الرأس الأخضر روي ألبرتو ديفريغيريدو سواريز يحكس افتتاح هذه القنصلية العامة دعم المتواصل لجمهورية الرأس الأخضر للوحدة الترابية للمملكة والروابط القوية التي تجمع بين قائدين البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس جمهورية الرأس الأخضر السيد خوسي ماريا نيفيس هذه الزيارات تتم في مدينة الدخلة بصحراء المغربية والتي خلالها حاولنا بأننا نشتهر وفق تعليمات رئيسي البلدين جلالة الملك محمد السادس نصر الله وفخامة الرئيس خوسي ماريا بيريرا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر العلاقات بين البلدين الشهادات واحد تطور كبير منذ الزيارة الأخيرة لمعادل الوزير إلى الرباط في يونيو 2022 واتفقنا على أننا بتعليمات من جلالة الملك ومن فخامة الرئيس أننا نبنيوا على علاقات الصداقة على علاقات التعاون اللي كانت موجودة في السابق باش نأسوا إلى شراكة قوية بين البلدين في مختلف المجالات اليوم وقعنا على ربعات الاتفاقيات وفي يونيو وقعنا كذلك على اتفاقيات أخرى وكلها كتصب في تعزيز الإطار القانوني للعلاقة التونائية كما أننا وقعنا على خارطة طريق التعاون اللي كتشمل مجموعة الميادين في مجال الاقتصادي في المجال المالي في مجال التكوين في المجال الفلاحي في مجال السياحة في مجال البحرية وغيرها ولكلها مجالات لتفقنا على أن ننطور التعاون فيها بين بلدينا وأن نعبئ الفاعلين سواء القطاعات الحكومية أو الفاعلين الاقتصاديين لمواكبة هذا التطور لكتشهدوا العلاقة التونائية بين البلدين مباحثة ثنائية جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزيرها الخارجية للرأس الأخضر تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد هذه التمثيلية الدبلوماسية الجديدة التي ستتيح تدشين عهد جديد في العلاقات الثنائية كما ستفتح لجمهورية الرأس الأخضر الفرصة للاستفادة من التجربة المغربية الناجحة في عدة مجالات الرأس الأخضر والمملكة المغربية تربطهما علاقات تاريخية علاقات صداقة وأخوة علاقاتنا تعرف دينامية جديدة اتصالاتنا مستمرة والحوار السياسي والديبلوماسي تكثف بشكل ملموس توفقات مهمة تم التوصل إليها هدفنا هو الرقي بعلاقاتنا إلى مستوى أكبر زيارتنا إلى المغرب تشكل مرحلة مهمة في علاقاتنا الثنائية قمنا بتدشين صفارة دولتنا بالأمس بالرباط واليوم قنصلية بالداخلة لدينا إذن تمثيلية ديبلوماسية وقنصلية ذات أهمية كبرى من أجل التعاون البراجماتي الذي نطمح إليه في علاقاتنا جمعني اليوم لقاء مع السيد ناصر بوريطا كان فرصة لاستعراض الحصيلة الإيجابية لتعاوننا في قطاعات عديدة تحدثنا أيضا بخصوص الفرص المتاحة لتطوير علاقاتنا الثنائية أربع اتفاقيات للشراكة والتعاون تم التوقيع عليها اليوم بالداخلة خلال هذه الزيارة من طرف وزير أشهون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ونظره وزير أشهون الخارجية للراسة الأخضر همت مجالات تعزيز الإطار القانوني للعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية في قطاعات الصيد البحري الفلاحة والسياحة وكذا قطاع التكوين وللحديث عن هذا الانتصار الدبلوماسي الجديد ينضم إلينا مباشرة من الدخلة السيد صالح سامي الصلحة الباحث الأكاديمي أهلا بك سيدي قنصلية عامة للرأس الأخضر بالدخلة مساء الأنوار مساء الأنوار سيدي إذن قنصلية عامة للرأس الأخضر بالدخلة إلى أي حد يرسخ هذا الانتصار الدبلوماسي الجديد واقعا قوامه اعتراف دولي متزايد بمغربية السحراء نحن الآن نتحدث عن القنصلية رقم 27 على مستوى جهتي عيون ساقي الحمراء والداخلة والذهب والقنصلية رقم 14 على مستوى مدينة الداخلة كل هذا يعتبر ثمرة لمجهود ديبلوماسي ناجح يتخذ محدداً له وموجهاً له مضامين الخطب الملكية السامية التي تعتبر موقف الدول من قضية الصحراء هو المحدد الأساسي لأي علاقة مع هذه الدول وبالتالي هذه الدول تصطف ضمن توجهات المملكة المغربية وبالتالي يمكن أن نقول بأن جمهورية الرأس الأخضر اليوم قد قدمت عربونا صداقة وعربونا تأييد ومؤازرة للمملكة المغربية في كافة قضاياها الدولية والإقليمية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية من خلال دعم مقترح وحل الحكم الذاتي لهذا النزاع المفتعل سيد الصلح افتتاح قنصلية عمل رأس الأخضر اليوم وهذا الزخم المتنام الذي تشكله سياسة القنصلية يؤكد بالملموس مكانة الصحراء المغربية كنقطة ارتكاز ومصدر إشعاع واستقرار للمملكة في القرى الإفريقية هل يمكن اعتبر ذلك بمثابة جواب دامغ لمن يعاكس المصالح العلية للمملكة سيد الصلح دعم صراحة لا يمكننا هنا إلا أن نتحدث عن أن حدث تأمين معبر القرقرات وجعله معبر آمنا خاليا من كل أشكال الفوضى والعبث أصبح يعرف دينامية تجارية مهمة وبالتالي هذه الدول التي انضمت إلى توجهات المملكة المغربية ستستفيد تصديرا واسترادا وستكون هناك شراكات ومنافع متبادلة بين هذه الدول بشكل يعود بالنفع والرقي والازدهار لكافة الشعوب الساكنة بهذه المنطقة المهمة من العالم سيد صلح وزير الشؤون الخارجي وتعون الإفريق والمغرب المقيمين بالخارج أعلن عن قرب انعقاد اجتماع وزاري لدول التي فتحت قنصريات في الأقاليم الجنوبية للمملكة ما هي الآفاق التي سيفتحها هذا الاجتماع لخلق تنسيق أكبر بين دول الدعم للوحدة التورابية للمملكة خاصة وأن حوالي أربعين في المأمنة دول إفريقية قامت بفتح قنصريات لها بكل من العيون والدخل سيد صلح صحيح هو الفتح القنصريات ليس هدف بحد ذاته بل هو يعني درج أولى من أجل استثمار ذلك من خلال التنسيق والتشاور بشكل يعود بالنفع على مستوى أمن وطمأنينة شعوب هذه المنطقة وبالتالي هذا اللقاء سيكون مهما وسيكون فرصة للتشاور ولتبادل آراء من أجل ترسيخ هذه الشركات ومن أجل دعم العلاقات القوية بين هذه الدول بشكل كما قلت سابقا يحقق نجاحا على أصعيد مختلفة مالية وفلاحية وتجارية وبحرية وأيضا تكوينية تعليمية سيد صالح حسام الصلح بالباحث الأكاديمي شكرا لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من الدخلة زخم ديبلوماسي تشهده قضية الوحدة الترابية للمملكة بتراكم الاعترافات الدولية من مختلف القرات بمغربية الصحراء حوالي أربعين في المئة من الدول الإفريقية قامت بفتح قنصليات لها في العيون والدخل الأمر الذي يعكست دوجها العام داخل القرى الإفريقية لفائدة دعم الوحدة الترابية للمغرب وحقوقه المشروع على هذا الجزء من أراده حفظه واري الدبلوماسية الناعمة صفة اكتسبتها الدبلوماسية المغربية عالميا بفضل حكمة وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سياسة حصدت نتائج باهرة وتاريخية لصالح القضية الوطنية الأولى الصحراء المغربية أولى الأولويات هي مسألة هوية ومسألة تاريخ وحاضر ومستقبل للمغرب هي باختصار قضية مالك وشعب وتوالت المواقف الدولية الداعمة لمغربية الصحراء في مختلف المنتديات والمحافل وعلى أرض الواقع توالى فتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة من طرف الدول الشقيقة والصديقة من مختلف القارات توج بفتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بالداخلة كتوقيع على منعطف جديد وحاسم في قضية وحدتنا الترابية لقد بصمت السياسة الرشيدة والرصينة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تحولات عميقة وكبيرة في السياسة الخارجية للمغرب وفي ديبلوماسيته فالمغرب يبني علاقاته على أسس الاحترام المتبادل والوضوح والشفافية لذلك قرر المغرب أن تكون قضية الصحراء هي النظارة التي ينظر من خلالها لعلاقاته ولمعرفة أصدقائه وخصومه رافضا لمناطق الظل واللون الرمادي ولعل الإشراف الشخصي لصاحب الجلالة حفظه الله على تدبير العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا أفرز تحولا تاريخيا واختراقا ديبلوماسيا في موقف مدريد لصالح القضية الوطنية إحقاقا للحق واعترافا بمنطق التاريخ وعبر عن ذلك صراحة رئيس الحكومة الإسبانية حين قال أعترف بأن المبادرة البطولية لطي الخلاف والأزمة بين المغرب وإسبانيا تعود للدور الذي قام به جلالة الملك محمد السادس الصحراء المغربية ثابت في الدبلوماسيا الملكية ويواصل المغرب من خلاله إثبات ريادته إقليميا وقاريا أربعون بالمئة من الدول الإفريقية افتتحت قنصلياتها بالأقاليم الجانوبية سبعة وعشرون دولة لها تمثيلية قنصرية بهذه الأقاليم آخرها الرأس الأخضر والبقية تأتي في العلاقة المغربية الإسبانية إسبانيا ستظل دائما جسرا لتسهيل إرساء علاقات متبادلة منفع من الاتحاد الأوروبي والمغرب لأنهما شركان أساسيا أحدهما للآخر التأكيد لوزير الخارجي الإسباني خصي مانويل الباريس في تصريح الوكالة إيف الإسبانية كما شدد على أن إسبانيا تدعم وجود علاقة أفضل بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعلى هامش لقاء جمع وزراء الخارجي الأوروبيين أمس أضاف السيد الباريس ما نريده هو أن تكون علاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي نفسها التي تجمع إسبانيا والمغرب علاقة قوية من المنفع المتبادل والاحترام المتبادل وأيضا في نفس العلاقة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع جميع الجيران من البحر المتوسط المتوسط ونصل بكم اللحظة مشاهدين إلى الفقرة الاقتصادية بمعيات حسناء بن جبي حسناء مساء الخير مساء الخير نبيلة مساء الخير مشاهدين الكرام البداية حسناء من الرباط والتوقيع التفاقية لمتابعة المشاريع الصغرى والمتوسطة بالضبط نبيلة تم توقيع اتفاقية شراكة لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إنجاز مشاريعها الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار الصناعي وستستفيد المقاولات من مساعدة تقنية ودعم مالي يصل إلى خمسمائة ألف درهم لكل مقاولة عابير الملوكي وعبد الرحيم فيلول نتابع مواكبة المقاولات الصغيرة جدا الصغرى والمتوسطة في إنجاز مشاريعها الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار الصناعي محور هذه الاتفاقية التي تتوخى تعزيز القدرة التنافسية لهذه المقاولات عبر تطوير منتجات ذات قيمة صناعية عالية اليوم وصلنا للمرحلة من أجل إعطاء فرص لهذا المبتكرين وهذا الشركة ستمكن المبتكرين من الخروج من الإبتكار سبعين سبعين وطيقة سبعين اختراع لغايدوزو من الاختراع إلى تصنيع بفضل هذه المواكبة الوكالة الوطنية للنهوض بن مقاولات الصغرى والمتوسطة ومؤسسة مصير ستسهر على تفعيل هذه البرامج من خلال عرض مساعدة تقنية وتوفير دعم مالي يصل صقفه إلى خمسمائة ألف درهم لكل مقاولة فوندات مؤسسة مصير نبزل الاختراعات التي ندبها في طور التصنيع وفي هذا الإطار المواكبة الوكالة المعوك بهمه لباحثين يقدروا يخرجوا هذه الاختراعات في المجال التصنيع هو مهم لنا بشتبه لنحاول نساهمه أكثر في المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل التصنيع المغربي البرنامج سيساهم في تعزيز علامة صنع في المغرب من خلال تطوير مشاريع صناعية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية مغاربة العالم بصموا على حضور قوي في مجال الاستثمار في قطاعات شتى قطاعات الصناع الغذائية والسياحة والطاقات المتجددة مجالات استرعت اهتمام أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي عاد إلى مدينة توريرت وأنجز مشاريع في مسقط رأسه محمد بلوي ورشيد لا تابي حميد ابن مدينة توريرت بعد سنوات عديدة قضاها بأوروبا في مجال الصناعات الغذائية ونهله من التجربة الأوروبية عاد لأرض الوطن من أجل الاستثمار بداية في التصبير والتصدير الزيتوني ومشتقاتهم فهذه الشحنة التي يتم تعبئتها هي موجهة للتصدير نحو السوق الأمريكية مغامرة حميدة يتذكرها حميد جيدا خاصة في ظل المناخ الاستثماري بالمغرب البدايات ديالي قمت هاجرت في تسعينات البلجيكا وتم بديت البدايات ديالي في العمل بديت في ميدان ديال الكونسيرف وخديت خبرة من تما ديال تفتك الميدان يعني طورنا الحرفة مزيان تما وصلتوا على الوقيتات ديال خدمنا بزيال في تما وقلنا نرجعوا للبلاد طموح حميد لم يتوقف عند الاستثمار في الصناعة الغدائية بل عادل القيادة وإنزاج مشروعنا في صناعة الألواح الشمسية والطاقة المتشددة تماشيا مع رؤية المغرب في هذا المجال كما يساهم في تعزيز البنية السياحية بمدينة توريرتم حميد يدرك أهمية مشاركة مغربة العالم في خلق الثروة ومناصب الشغلة تلقيت معا شي مغاربة وشي نسارة وتفقنا بيناتنا ودرناها هذه الوزين الأول ديال الطاقة المتجددة ديال البلاكسولير ديال الألواح الشمسية وإن شاء الله رعنا فلافينير غدين كبروا مزيان وقد نديروا الميزة ونتبعوا لتكنولوجيا فرها واصلة يعني ألواح الشمسية القبار كيف يكون فولتاج زائد بالزاف حميد باردة واحد من مغاربة العالم الذين يساهمون في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال استفاداتهم من فرص الاستثمار الكثيرة بالمغرب ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها مثاق الاستثمار الجديد القطاع السياحي بالمغرب من القطاعات الحيوية والتي شهدت انتعاشا مهما خلال عطلة الصيف قطاع يعرف إعداد خارطة طريق استراتيجية بشاركة مع كل الفاعلين في القطاع من بين أهدافها بلوغ 26 مليون سائح في أفق سنة 2030 تقرير أحمد العلوي وعبد الإله جهب خارطة طريق استراتيجية للنهوض بقطاع السياحة يتم إعدادها في أفق تنزلها على أرض الواقع بانخراط جميع الفاعلين الرئيسيين ومهني القطع استراتيجية وعدة تروم مضعفة عدد السياح الذين يزورون المملكة بحلول سنة 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح وترتكز على ثلاثة محاورة رئيسية تتجلى في تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحالات الجوية من وجهة لأخرى وملائمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي وأخيرا تحفيز الاستثمار حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياح الإيكولوجية استراتيجية ستمكن من تغيير نموذج الحكام المعتمد داخل القطع بإدخال ودمج الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وبناء النقاط الالتقاء على المستوى المجالي والترابي قطاع هام يساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 7% من الناتج المحل الإجمالي ويوفر حوالي 550 ألف منصب شغل وينتظر منه أن يلعب دورا أقوى في الاتجاه الذي تم تسطيره في تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد في شأن السياحي دائما دينامية سياحية تعرفها مدينة فاس الحركة السياحية عرفت انتعاشة مهمة أبرز مؤشراتها تزايد نسبة إقبال السياح على الوحدات السياحية والفندقية عبد الرحيم بن شيخي ومصطفى الزهيري 71% هي نسبة ارتفاع ليالي المبيت بالوحدات السياحية بمدينة فاس خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي وبلغ عدد الوفدين على الفنادق المصنفة 137632 بارتفاع بلغ 127% مقارنة بنفس الفترة سنة 2021 إقبال هام من مختلف الجنسيات فاس بالنسبة لنا هي عالم الإبداع حولم هي مدينة المعرفة والثقافة المدينة التي حافظت على هويتها لدي إحساس بأنني في قلب المغرب بل وفي روحه أيضا منذ ما يزيد عن 7 بل 8 إلى 9 قرون جئت من نيوجيرزي بالولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بالمغرب بين الرباط وفاس أشعر بدفء الاستقبال والترحاب من الناس جميعا وارتفع عدد الغرف المشغلة خلال الشهر يونيو الماضي إلى 3276 وحدة ضمنها 544 من فئة خمسة نجوم وألف وتسعة وأربعين أربعة نجوم وستمائة وأربعة وستين ثلاثة نجوم حققت نسبة المبيت في مدينة فاس اكتفاع 71% مقاعدة مع النصف الأول لسنة 2019 ولكن في النسبة للإشارات هذه مخصصة الفناديق التي كانت ليست غالة شهر يونيو أما فيما يخص شهرين شتنبر و أكتوبر إن شاء الله بحول الله رحنا تنتفأل واحتفاؤل جد 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 كبير في المغرب ككل وفاس من كناس بالخصوص لأنه كانوا حد طلب العراد لأنه حد طلبات كثيرة وكثيرة بزاف واليوم نظراً لأقلة الأسيرة اللي كان في فاس مقارنة مع الأسيرة اللي بقات مغلوقة واليوم دا تتحل رحنا ما غاد نصبه مشكل كبير نظراً طلبات ديالي تور أوبراتور وكالي الصفار من الخارج من الداخل المغرب حتى الحركة الجوية على صعيد مطار فاس سيس عرفت واحد امتهاشة بحيث المطار استعاد واحد منسبة لي 770% من عدد الطائرات اللي كانت مبرضجة خلال سنة 2010 هذا الرحلات الجوية إلى كانت تضفر الجهود مع المكتب الوطني السياحة ومجلس الجيائيين السياحة وأيضاً الخطوط الملكية المغربية فعيث تم تأزيزها خلال الأشهر المقبلة في انتظار المزيد من السياح القادمين من الدول الأوروبية والأمريكية وعزاء المرسد الوطني للسياحة هذا التطور إلى الارتفاع المسجل من قبل الأسواق السياحية منها إيطاليا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والبلدان العربية التقلبات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية تم تدبيرها بشكل جيد خلال السنة الماضية من طرف قطاع المطاحن بالمغرب حيث تمكنت المطاحن من توفير تموين المستمر لاحتياجات السوق الوطنية بمادة الدقيق بكل أنواعه حسن زكي وعشور بن سعود واردات المطاحن المغربية السنة الماضية تجاوزت 47 مليون قنطار من القمح الطري وفاقت الخمس مليون قنطار من القمح الصلب كميات المهمة بإمكانها تأمين احتياجات السوق الوطنية من الدقيق بكل أنواعه لستة أشهر القادمة الوحدة دينا كتأمن الإنتاج الشهري في القمح الطريق بـ 70 ألف قنطار وفي القمح الصلب 45 ألف قنطار اللي كان أمنوا بالحاجيات دي المستهلك الوطني في جميع أنحاء المملكة الحمد لله ما عد نحتشي خاصة في المادة الأولية اللي هي القمح اللي كان أمنها تقريبا المخزون اللي عندنا ديال 6 أشهر وليحنا دائما الحمد لله كنجد ذو المرضودي المخزون ديالنا شهريا توفير مخزون نحتياط كافي من هذه المادة الغدائية الحيوية تحسبا لمواجهة تقلبات المناخ والأسواق العالمية يبقى من أولى اهتمامات المطاحن المغربية من أجل توفير منتوج يستجيب لمتطلبات سواء المستهلك العادي أو المهنية إذ من حيث الجودة أو الكميات الكافية الواحدة ديالنا كتقدر توفر أزيد من 500 طن للإنتاج ديال يومي وكنتوفره على أزيد من أربعة أشهر من الدقيق ديال التخزين وهذا شي تحسبان التغييرات المناخية وتحسبات السوق العالمي ومن أجل هذا كنحاولو نوع الموردين ديالنا من جميع أنحاء العالم وهذا شي كامل من أجل عرضاء السبناء ديالنا اللي هما الحرفيين والمهنين ديال الخبازة في المغرب تبقى المعايير ودفتر تحملات اللي كنصغوها بعناية وكل اللي كتخدع المعايير الجودة الوطنية الوحدة ديالنا كتأمل الزبناء ديالنا من توجدوا جودة عالية وهذا الجودة كنحرص عليها من خلال مختبرات ديالنا باش نحصرموا معايير دفتر تحملات تبقى للقوانين المعمول بها ولأهمية الإنتاج الداخلي في تأمين الاستهلاك المحلي والذي عادة ما تفوق نسبته الخمسين بالمئة في المواسم الفلاحية الجيدة أمال كبيرة يعقدها مهني القطاع للموسم الفلاحي المقبل لتجاوز العجز الذي سجل سنة 2021 بنسبة سبعة وستين بالمئة بسبب قلة التساقطات حيث لم يتجاوز محصولها أربعة وثلاثين مليون قنطار ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا اللحظة مباشرة من الداري البيضاء السيد عبد القادر العلوي رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن بالمغرب أهلا بك سيدي أهلا بك سيد العلوي هل تسمعوني؟ إذن سيد العلوي في ظل السياق الحالي المخزون الوطني من الحبو في أي مستوى وبغينا نعرفه هذه السنة الاستثنائية بكل المقاييس داخليا وخارجيا كيفاش كيتم تدبير الاستيراد من الخارج خاصة في ظل التحديات التي تعرفها أسواق الحبوب في العالم شكرا سيدتي مرحبا بكم في مقر الجامعة الوطنية للمطاحن أولا وقبل الجواب على هذا السؤال لا بد أن أشير إلا أن قطاع المطاحن يتوفر على 156 وحدة منها 128 وحدة مخصصة في سحق القمح الليين الذي يمثل 85% من الإنتاج هذه المطاحن لها طاقة إنتاجية تفوق 107 مليون قنطار في حين أن الإنتاج السنوي من القمح الطري يقدر بـ 45 مليون قنطار وبالنسبة للقمح الصبف هو 9 ملايين قنطار هذا القطاع هو قطاع جد متطور ورائد عالميا بخلاف شمال إفريقيا فنحن نعد من القطاعات التي داع صيتها عالميا بحكم تطوير آليات الإنتاج والاستثمارات الضخمة في التخزين وفي الآليات وكذا في تكوين يعني تقنيين مختصين في مؤسسات تابعة للجامعة الوطنية المطاحن بخصوص تزويد السوق الوطني بحبوب تكلمتم عن الأزمة الأوكرانية الروسية الأوكرانية فطبع الحال المغرب لا يقتصر شرائه على روسيا وأوكرانيا بل لنا أسواق كبيرة في أوروبا في أمريكا اللاتينية في أمريكا الشمالية وتنويعنا لهذه المصادر جعلنا في منعا عن أي خصاص في الحبوب وبالتالي مطاحن وأرباب المطاحن وتدخل الدولة لدعم المستهلك لأن الأثمنة التهبت في الأسواق العالمية كل هذا وكذلك تدخل أبناك اللي خصوا يعني سيولة وخيوط تموين كبيرة لمواكبة المستوردين واللي 80% منهم عندهم مطاحن صناعية وبالتالي فالحمد لله المغرب رغم الأزمات اللي عشناها أزمة كوفيد وكذلك الجفاف الذي نعيشه فنحن نؤمن بصفة منتدمة يعني أسواقنا بجميع أنواع الحبوب وبجميع أنواع الدقيق حتى لا يكون هناك خصاص في الأسواق المغربية وبأتمنة مضمونة وتتوافق وافق مع القدرة الشرائية للمواطنين إذن سيد علوي قطاع المطاحن من القطاعات الأساسية في تأمين الحاجيات اليومية للمواطنين من هذه المواد الأساسية واش عندكم تصورات عملية لتأهيل هذا القطاع والتقوية دياله تقوية ديال القدرات دياله للصمود في وجه الأزمات لكتعرفها الأسواق الدولية كما قلت لك سيدتي فالمغرب الحمد لله عندنا تجربة رائدة ففي المغرب كأن المكتب الوطني المهني للحبوب هو القطاني هذا المكتب ينظم السوق ولكن الفاعلين الحقيقيين الذين يستوردون هم خواص عكس ما يجري عند جيرياننا في تونس وفي ميز وفي الجزائر فالمستوردون الخواص هم الذين يقوبون بتموين السوق وضبط حاجياتهم التي تمتد حتى 6 شهر حتى لا يكون هناك خصاص وحتى هذه الآلية لأن القطاع فيه منافسة شديدة بحكم الطاقة الكبيرة للإنتاج كما قلت لك لا تستغل إلا بـ 50% معنى ذلك أن هناك تنافس أن هناك منافسة شريصة وهذه المنافسة لن تكون إلا في صالح المستهلك لا في الجودة ولا في الأتمنى إذن الحمد لله بلدنا في منأة عن المشاكل التي تعرفها بعض الدول والدولة تتدخل وتدعم المستهلك كيفما كانت الأتمنى في السوق العالمية السيد عبدالقادر العلوي رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن بالمغرب شكرا لك على كل هذه المعطيات كنت معنا مباشرة من الداري البيضاء ونتابع بقي الأخبار الاقتصادية الوطنية من خلال هذه المختصرات ونبدأها بارتفاع تحويلات مغاربة العالم تحويلات مغاربة العالم حفظت على ارتفاعها في السبعة أشهر للأولى من هذا العام حيث لم تتأثر بعودتهم لأرض الوطن بمناسبة العطلة الصيفية فقد وصلت هذه التحويلات إلى 58 مليار درهم بعدما كانت 54 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي وقد بلغت في شهر يوليوز لوحد أزيد من 11 مليار درهم بعدما استقرت في 6 أشهر الأولى من هذا العام في حدود 47 مليار درهم مجلس الوزراء السعودي وافق على مذكرة تفاهم بين المغرب والسعودية في مجال الطاقة المتجددة المذكرة تادف إلى تنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في السياسات والأنظمة التشريعية والدراسات التمهيدية وآليات طرح المشروعات وتعزيز جهود توطين ثلاثل القيمة وتشجع فرص الاستثمار والتمويل في البلدين لدعم جهود توطين الصناعات في مجال الطاقة المتجددة وتطوير مشروعاتها منكو المغرب فاد أن وطيرة النمو السنوي للكتلة النقدية سجلت شبا استقرار بنسبة 4.3% خلال شهر يوليوز الماضي في المقابل بلغت الأصول الاحتياطية رسمية نفس النسبة تقريبا المسجل خلال الشهر المنصر أي 9.6% فيما تصرعت وطيرة الديون الصفية على الإدارة المركزية بـ 10.8% مقابل 10.1% خلال شهر يونيو والماضي قطاع الأغذية الزراعية يعتبر من بين مقاومات الاقتصاد المغربي يساهم بـ 26% من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي ويضم أكثر من ألف شركة تمثل 27% من جميع الوحدات الصناعية وتوظف حوالي 160 ألف شخص يدير هذا القطاع حجم مبيعات يقارب 158 مليار درهم للصادرات قطاع الأغذية الزراعية سجلت تطورا ملحوظا في إطار عقد البرنامج 2017 2021 في الأخبار الاقتصادية الدولية حذر البنك الدولي من تفاقم أزمة المياه مع توقع تجاوز الطلب على هذا المورد للعرض بنسبة 40% في أفق سنة 2030 خاصة بفعل تأثير التغير المناخي فقد أصبحت موجات الجفاف والفيضانات والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمياه أكثر شدة حيث تواجه المدن والمزارع نقصا حادا في إمداداتها من المياه في خبر في خبر آخر صندوق النقد الدولي أفاد بأن الاقتصاد الفلسطيني شهد تعافيا قويا في عام 2021 من جائحة كوفيد-19 بينما تظل مسويات البطالة مرتفعة للغاية فيما يرتقب أن يتبطأ الاقتصاد خلال السنة الجارية وتشير الأفاق المتوقع لعام 2022 وفق التقرير إلى تباطؤ الاقتصاد في ظل المخاوف المتزيدة بشأن التضخم متوقعا تراجع النمو إلى 4% كشف مكتب الإحصائي الاتحادي عن ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا بشكل حاد مسجلا نسبة 7.9% على أساس سنوي وعز المكتب هذه الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص اللحظة مشاهدينا نتابع أهم مؤشرات برصة الدار البيضاء البرصات العالمية أسعار النفط والعملات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية النشرة الاقتصادية عودة إليك نبيلة شكرا لك حسنة ونواصل بالمجال الصحي العرض الصحي بالدرب يتعزز بإعطاء انطلاقة خدمات مركزين حضريين صحيين بكل من الحياة الحسنية وولاد صالح وعلى توسعتهما وتجهيزهما وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية للمواطنين بشعيب عماري وصوفيا إبراحي يندرج المشروع السحي الحضاري الشرف بتراب عملات مقاطعة الحي الحسني والنصر واحد تابع لإقليم النواصر في سياق مواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهة الملكية السامية لسحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة لا الحي الحسني ولا اليوم إقليم دي النواصر تتوفر بعد جميع جوج دي المراكز السحي ونحن إن شاء الله في إطار الإخراج مراكز أخر إن شاء الله حتى نكملون لأننا عندنا تقريبا المغرب كي توفر على أزيد من 3,477 مركز الصحي واللي غيقدموا خدمات جليلة واللي غيكون واحد تأهيل منهم دي الألف وتقريبا 365 واحد واللي غيقدموا خدمات رقمية ممتازة دعم البنية تحتية الصحية بهذين المركزين ستستفيدوا منها ساكنة تقدر ب77,500 نسمة في تخصصات متعددة بالقرب من مقرات سكنها كنا كنمشيو الحساني كنمشيو الرياد كنمشيو المريزقو ودرق باس بيطر من اللي بنا وإحنا فرحانين به إن شاء الله يخفف المعاناة دي الساكنة والتحال ديالهم لحد ديالهم في مستشفى ديال بنورجد دار ويضا خصوصا إن مستشفى بنورجد يعرف واحد اكتذات ديال قلبات ديال الساكنة ديال دار ويضا ومجامعات مجاورة تأتي هذه المشاريع في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية في المجال الصحي وكد تعزيز العرب الصحي ورقمنت الخدمات الصحية أيام فقط تفصلنا عن الدخول المدرسي وكل موسم دراسي جديد يطرح هاجس الاستعداد النفسي للتناميذ بعد فترة غيابة عن فصول الدراسات تقبل انتهاء العطلة الصيفية قد يكون تحديا صعبا بالنسبة للصغر لهذا لابد للأسر انتهيأ أطفالها لتجاوز هذه المرحلة بشكل سلس روبرتاج سيمير أسبان والعرب نهيري أيام قليلة تفصل محمد نجيب عن حسس الدراسة العطلة الصيفية منحته الفرصة لتجديد نشاطه لكنها غيرت الكثير من عاداته اليومية يحاول اليوم الاستعداد لاستئناف العام الدراسي بشكل يستطيع فيه التكيف مع خصوصية فترة الدراسة حيث بشكل حيث لتجديد هذا الشعرين كان لتجديد البروغرام في دراسة حيث لتجديد هذا منحاجف الوقت قليلاً 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 لتجديد تؤثر لك على الوضعية النفسية من القرية لتجديد لتجديد البروغرام أنه كان عندنا الدراسة على الأبواب كان ولينا ندخل لهم شوية الكتوبة كان ناخد لهم يعني كتوبة تختار لك أخطاب لديلكم وذلك بشي بشي يكون ذلك الاستعداد النفسية الغير مباشر هكذا بش كتحت الوليد كتفهم وره صف يبدأ الدخول مدراسي على الأبواب الإعداد النفسي للتلاميذ خطوة الدراسي بحماس أكبر وهنا لابد من تعويدهم على حسن استثمار الوقت والتقليل من المكوث لساعات طوال أمام الشاشات الإلكترونية يتخصنا نعرف أن السيدات يبدأ الأقل أسبوع إلى أسبوعين قبل الدخول المدرسي يعني ما كانت سنوش حتى النهار طبيعة الحال التي تكون فيه دخل الدراسة وعادت تنقض المواعد الأقل فأول حاجة اللي نصح بها الأباء هو أنه نحاول ما أمكن أننا نبعد الوليدات ديالنا على الشاشات الإلكترونية على التلفزة لأن كنت نعرف كاملين أن هذا تعرض المستمر وبكثرة للشاشات تخلي أن الطفل يصب بإجهاد واجهة يقضي الأرق والاستعداد النفسي مهم مهم أن نحط أهداف مهم أن يكون كنت نقول ندخل بإيجاب هذا العلم الدراسي التخلص من عادات العطلة السيئة كالسهر وعدم تنظيم مواعيد النوم من الضروريات لجعل التلاميذ يسانفون رحلة العلم بسلسة أكبر والحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مدينة العيون السيد عبد الحميد ضليعة مستشار أسري مهتم بشؤون الاجتماعية أهلا بك أستاذ كيف يمكن أصار تواكب الأبناء ديالها نفسيا باش يستعدهم زيان لدخول الدراسي بعد أجواء العطلة الصيفية نعم شكرا في البداية على هذا السؤال لأنه جاء في واحد المرحلة مهمة بالنسبة للتلامد وخاصة نحن غادا إن شاء الله بداية الموسم الدراسي الجديد لما نتكلم عن العطلة الصيفية اللي دازوا في المواسم اللي داز كنو لحظ كان شوية ديال الموت كان شوية ديال الحجر الصيف للأخير العطلة الصيفية هد العام هذي بنتنا كان شوية ديال الحرية بالإضافة إلى القيود ترفعت وهذا شي يعطل واحد المتنفس للوليدات كيف تستمتعو بها داب الأم اللي كنتكلم عن المدرسة والدخول المدرسي كان هضروع الانضيباط بطبيعة الحال باش ننقلوا الوليد من الحرية ومن غياب القيود إلى آخر ومعادات كثيرة داخل العطلة الصيفية ويدخل الدخول المدرسي خصنا هنا نواكبه بطبيعة الحال وهذا جواب على السؤال ديالكم عن نفسي طربويان اجتماعي إلى آخر منظمة الشروط ديال المواكبة واحد هو أن الآباء خصمين نصول وليدتهم ونشوف ونسمع لغة التهديد بمعنى إلى ما نجحت إلى ما قرأت إلى آخر وهذه أشياء ربما قد تهديد أيضا نتكلموا بإيجابية على المدرسة على المدرسين على المواد لأن كل إساءة على المدرسة غادي تجعل الوليد كيهرب وبالتالي نفسيا ما كيرتح وبالتالي حتى دراسيا ما كيكونش متعلق إلى آخر أيضا نخصنا نتابهو كتير بأن الشهر شرط سعود شرط سعود غالبا بعض القوصر كيمشو يقول الدعم التربوي مصالح فرارة سعود وهذه كموة توجيه أستاذ دليعة أستاذ دليعة لازلت معنا إذن كان معنا مباشرة من العيون الأستاذ عبد الحميد لعام مستشار أسري مهتم بالشؤون الاجتماعية شكرا لك على كل هذه التوضيحات في الخبر الدولي باكستان بدأت في استقبال المساعدات الدولية تلبية للنداءات الأممية لمواجهة الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما يقارب 1200 شخص على وتنا على تشريد أكثر من 33 مليون شخص كيب القاس قرية من بين مئات القرى الباكستانية غمرتها مياه الفيضانات وأرقام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات تتحدث عن تضرور أزيد من 30 مليون شخص أشعر بألم شديد لا يمكنني حتى التعبير عنه لقد فقدنا كل شيء وعلى إثر هذه الفيضانات تواجه المستشفيات الفاكستانية تفاقم حالات تفشي الأمراض خاصة في المخيمات وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من التهديدات الصحية التي يواجهها المتضررون الآن نستقبل 140 مريضا كل يوم يأتون إلى المستشفى بسبب الظروف غير الصحية التي خلفت الفيضانات وتستقبل الباكستان المساعدات الدولية بعد إطلاق الأمم المتحدة نداء عاجلا للمنتظم الدولي مساعدات تم توزيعها على الساكنة حوالي 600 ألف من المساحات المزروعة تضررت ودمرت آلاف المنازل أقمنا الخيام لإيواء السكان معقدة وقد سطرت الأمم المتحدة خطة إغاثة دولية لفائدة الباكستان ستستمر طيلة الستة الأشهر القادمة بروسيا توفي الرئيس السابق وآخر رؤساء للتحاد السوفيتي ميخايل قرباتشوف مساء أمس عن عمر يناهز 91 عاما بعد صراعا شديد وطويل الأمد مع المرض وأثارت وفاة ميخايل قرباتشوف الحائز على جائزة نوبل السلام عام 1990 ردود فعلا في الدول الغربية حيّت إصلاحاته الديمقراطية ودوره الحاسم في إنهاء الحرب الباردة في الميدان الرياضية الحدثة الرياضية الأبرز لهذا اليوم هو الإعلان عن تعيين الإطار التقنية المغربي وليه در جراجي مدرباً جديداً للمنتخب الوطني لكرة القدم خلفاً للمدرب البصني وحيد خليل الزيتش الذي تم الانفصل عنها بالترأة محمد أمين نوري وحسن سيلع الكل صدق تلك الإشاعة التي بدأ يتجلى عنها الغموض يوماً بعد يوم بعد فوز وليد الرجراجي بعصبة الأبطال الإفريقية مع الويداد وتعمق الشرخ بين وحيد خليلوزيتش والجمهور المغربي أخبار كانت تقول أن وليد بات أقرب ما يكون إلى تدريب المنتخب الوطني الكل صدق تلك الأخبار الغير رسمية لأنها بدت منطقية لحد ما واليوم وليد الرجراجي يقدم رسمياً كمدرب للمنتخب الوطني لكرة القدم قبل أيام معدودات من مونديا لقطر وبين يديه إرث تقيل تركه المدرب السابق وحيد وتحدي قبل بشروطه الكاملة مدركاً صعوبة المهمة جينا وعارفين الدق اللي كان في المغرب على الكرة كنعرف الجمهور دينا كسنا إنشاء الله دي بون رزولتات مي سوطو لامانيه ونتمنى وإنشاء الله مع السطاف مع كل ناس يخدموا في الجامعة إنشاء الله نديرو شي حاجة اللي كبيرة مع الامبسيون اللي كاينة في المغرب وانا ما بسي ستشالي أنا سيواليد قلت لي نتا من القطور الوطنية اللي ما نبغيش نحملك مالاتاقة تلقابي باش ما نخسركش ما نخسرك ما نخسركش المغرب واش تبغي تبقى غير عد جوان حتى يندوز لكوب ديمون ونشوف ونفكر واناداك ولا تبغي تحمل التحدي والتحدي الحديث عن تولي وليد الرجريغي دفت الإدارة التقنية للمنتقب الوطني أعاد إلى الأذهان جدال الأسماء التي أبعدت وأثار إسقاطها من لائحة الأسود لغطا وجدالا يبدو أنه سيتواصل في عهد المدرب وليد لا كانش فرق بين الحمد لله ولا زياج ولا حاكمي ولا أي واحد أي مغربي ولا بانون ولا أي واحد أنا نسبة إلي جاي ما كانشوف شنو شنو كان قبل أي مغربي اللي عنده الباسبور خدار يقدر يجي نسبة إلي قسي ندير لشوى نشم بالريحة ديالي وبشم ما ديالي اللي يغي يلبس التوني يقدر يكون سبع معنا بحاك ما كانش ما كانش ديشوز كي سو أتتري اليوم لكارت سو ردستريبيو وإن شاء الله هذا الميساج يدوز لهم بريتانا نشعل العافية للهم وليدو 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 يساعده طاقم تقني ضم كل من الدوليين السابقين رشيد بن محمود وغيري بهمين بالإضافة إلى عمر حراق كمدرب للحراس وإيدو جونزاليس كمعد بدني هذا هو الفريق التقني لوليدو الذي يتمنى أن يحقق معه حلو متال عقد وليدو سيستمر إلى غاية كأس العالم 2026 بعقدة أهداف تتمركز حول بلوغ المربع الذهبي لكأس إفريقيا 2024 بالكوديفور والظهور دائما وأبدا بوجه يشرف كرة القدم المغربية فيما سترافق وليد خلال مصاره محطات تقييم مستمر لعطاء الأسود وليد الرجراجي المدرب الجديد لمنتخب الوطن لكرة القدم ابتدأ مصره الكراوي كلاعب ثم مدرب مسار حفل بالألقاب الوطنية والقارية ورقا عن الناخب الوطني الجديد مع خالد الرقود وليد الرقراجي من وليد شهر ستمبر سنة 75 تسعمائة ألف بفرنسا مارسا ريالات كرة القدم كلاعب محترف بعدة أندية فرنسية كتولوز ديجون أجاكس وغرنوبر واختير كأحسن مدافع بالدور الفرنسي الدرجة الثانية سنة 2002 اتحق بصحف المنتخب الوطني المغربي منذ سنة 2001 وذلك إلى غاية 2009 تلعب معه 40 مباراة دولية وشارك رفقة أسود الأطلس في نهاية كاس أمم إفريقيا بتولوس حيث تختير كأحسن مدافع في تلك البطولة مسيرته كمدرب انطلقت مع فريق الفتح الرياضي الرباطي من سنة 2014 إلى غاية 2020 حيث توجمعه بلقب كاس العرش سنة 2014 ولقب البطولة الوطنية سنة 2016 لينتقل بعد ذلك إلى تدريب نادي الدحايل القطري موسم 2020 2021 قبل أن يعود للمغرب ويدرب فريق الوداد الرياضي البيضاوي سنة 2021 وذلك إلى غاية سنة 2022 حيث تمكن وليد من التتويج رفقة الوداد الرياضي البيضاوي بلقب البطولة الوطنية ودور أبضل إفريقيا بالإضافة إلى وصيف كاس العرش هذه السنة ونختم بصفحة فنية والعرض مقابل أول لفيلم جراد مالحالي المخرج دريس الروق فيلم يقدم الإثار والتشويق فاز بعدة جوائز عربية ودولية المزيد مع فطنة بوت ومحمد شك جراد مالحا فيلم سجل حضورا قويا بعد عودة الحياة لدور السينما بعد أزمة كوفيد أحداثه تضور عن قصة رانيا وهي شابة في الثلاثين من عمرها تعيش حياة رتيبة مقتنعة بأن زوجها يخونها وفي كل ليلة عند عودته إلى المنزل يتكرر نفس سيناريو الذي ينتهي بالشجار تعيش في قلب مؤامرة تم التلعب بها من طرف أعضاء منظمة غامضة هذه المنظمة السرية التي تشتغل في الخفاء لكي تخضع أشخاص بعينهم لهذه الجربة وهذه الجربة الخبيطة جدا القبيحة جدا التي تلعب على الضمار على النفس التي تلغي الأحاسيس وتلغي أيضا الذاكرة الفيلم هو إطارة نفسية مع التشويق مشاهده تدعو للولوج لعمق الشخصيات تصور في مدن إفران ابن صاميم آزرول حاجب ومكناس وهي مدن تتوفر على كل الصفات المطلوبة لفيلم سينمائي من ناحية الهدوء الفراغ في الأحياء ليلا وأيضا لمناظرها الخلابة الطبيعية كيفية صناعة الفيلم كان فيه شوية المشاكل على مستوى طريقته في صناعته من خلال تصوره في أماكن بردة في أماكن غابوية في أماكن أيضا جبلية بالليل اشتغلوا بواحد الشكل اللي هو كان مشي كتير كانا كانتشغلوا على اللقطة مشي على المشهد وبالتالي اللقطة قد استغرقوا في بعض الأحيان ساعات طويلة جدا دور دور العياشي دور وسط مجموعة من الأدوار الأخرى له مجموعة من الفعالات مجموعة من المواقف دور اللي حاولت ما أمكن أنني نحط فيه العصارة ديال مجموعة من الأشياء اللي تعلمت لها خلال هذه السنين التي أجتروا من ورائي جرادا مالحا توجى بأفضل فيلم بمهرجان تورينتو بكندا وجائزة أحسن إخراج بمهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط وتألق في عدة مهرجانات دولية بكل من أمريكا هولندا نيجيريا وجنوب إفريقيا وهو من الأفلام المتنافسة بالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة من 16 إلى 24 من الشهر الجاري ومن المنتظر توزيعه ب23 دولة عربية ختام المشاهدين تذكير بأبرز محطة الخبر للنشر الرئيسي لهذا النسب قنصلية لجمهورية الرئيس الأخضر تفتتح اليوم بمدينة الداخل لابنة جديدة تأتي في السياق تنامي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وتتصدى بقوة لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة خارطة طريقا جديدة للقطع السياحي يتم تصطيرها في خضم الانتعاش السياحي للمملكة رؤية 2030 تحدد هدف 26 مليون سائح استراتيجية ترتكز على تعزيز النقل الجوي وملأمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي قبل الدخول المدرسي الجديد وبعد انقضاء العطة المدرسية يعود للواجهة هاجس الاستعداد النفسي للتلميذات والتلاميذ خاصة منهم الجدد أسئلة تطرح بإلحاح كلما دقت ساعد الالتحاق بالصفوف الدراسية تعيين إطار مغربي لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم الأمر يتعلق بوليد الرقراغ المعين من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعيين المدرب الجديد يأتي غدا تلانفصال بالتراضي عن البوصني خليل زيتش نهاية الناشرة شكرا بقاءكم معنا أطيب الأوقات على الأولى